الأخلاق إذن ضرورة فردية هذا ما وضحناه في الفيديو السابق لكنها أيضا ضرورة اجتماعية بنفس قدري وأهميتي أنها ضرورة فردية فما المقصود بكون الأخلاق ضرورة اجتماعية كيف نبرر هذا الكلام لنفترض أن هذا سؤال مقالي في الاختبار بيّن كيف أن الأخلاق ضرورة اجتماعية وإشرح أن الأخلاق ضرورة اجتماعية أو أقم الحجة على فكرة تالية وهي أن الأخلاق ضرورة اجتماعية أو برهن أو 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 فكل هذه أشكال من الأسئلة المقرية إذن الأخلاق ضرورة اجتماعية لعدة أسباب أولا لأنها تنمي شعور الجماعي فتزيد من شعور الإنسان بالغير ويزداد المجتمع تماسكا وتآلفا وتعاونا وقوة المجتمع عبارة عن أفراد مجتمع عبارة عن أفراد وكل فرد هو عبارة عن عالم من المصلحة والمنفع الخاصة والبحث عن السعادة الفردية وهو كينونة أنانية بالأساس الفرد هو عبارة عن أنتربولوجيا وحتى نفسيا هو عبارة عن كينونة عبارة عن بيينغ عبارة عن أتر إيمان هو عبارة عن وجود هذا الوجود وجد لذاته بتحقيق سعادتي الفردية فلو ترك الأفراد هكذا لكان المجتمع عبارة عن كيانات لا علاقة لها ببعضها يعني مستقلة يعني متحاربة يعني منفصلة فإذا كان لابد من جمع هذه الكيانات المتناقضة هذه الكيانات المتصارعة في المصالح جمعها بماذا؟ جمعها بنوع من الغيرة أو اللسق اللسق أو الغيرة هي نوع من المادة التي تجمع هؤلاء الأفراد وتوحدهم بشكل ما وتجعلهم أكثر تعاون وتالف ما هي؟ هي الأخلاق ثانيا الأخلاق ضروري اجتماعية لأنها تنظم علاقة أفراد المجتمع ببعضهم البعض تجعلها علاقة كما قلت قبل قليل تخرجهم من تلك الأنانية تقلس دعني أقول تهذب تلك الأنانية وتجعلها أنانية في خدمة المجموع هنا ربما نقترب من النسق الأخلاقي النفعي النفعي سنتعرض له في آخر فصل إن شاء الله وهو فصل على جدل الأخلاقي المعاصر طيب من أيضا من الأسباب التي تبرى الحاجة إلى الأخلاق اجتماعيا لدينا أن الأخلاق تضع حدودا لشهوات الفرد كشهوة الجوع والجنس والجاه والمال والسلطة الله سبحانه وتعالى خلق الطبع البشري بهذا تقوده تقود الإنسان في هذه النزوع في هذه الشهوات وهذه الشهوات لو امتلكت وتملكت الفرد فتخيل كيف سيكون حال المجتمع سيكون جميع يتجه إلى إشباع شهواتها بكل الطرق وإشباع النزوات لكن الأخلاق تأتي هنا لتهريب طرق الإشباع لجعل طرق الإشباع شرعية لتأثيرها ضمن قواعد قواعد سلمية تؤدي للسلم الاجتماعي ولا تهدد السلم الاجتماعي لا تهدد الحياة الاجتماعية أرابعا أن الأخلاق تقدم الدستور المثالي الذي يتم تقييم تصرفات الأفراد على أساسها قبل قليل قلت أنه لو ندخل بقالة مثلا أو يعني تاجر أو عطرية يبيع مواد استهلاكية وليس لديه ميزان وليس لديه ميزان يزن به سواء الميزان التقليدي أو الميزان الإلكتروني الحديث طيب ما هو موقفنا منه؟ سربما نتخذ منه موقف نقول له أنك ربما نتهمه أنه يقصد عدم استخدام الميزان لكي يجد فرصة للغش أو شيء من هذا القبيل تخيل أنك تعيش في مجتمع بدوره ليس له مقاييس أو معايير للسلوك متفق بخصوصه هل يمكن أن نصنف سلوك هذا خير وهذا شر وهذا قبيح وهذا جميل وهذا محل الاحترام وهذا محل ازدراع؟ لا إذن لابد من ميزان نقيس به مثل ميزان نقيس به في البقالة ميزان نقيس به في السلوك الاجتماعي هو طيب طبعا في تراثنا الأدبي والشعري ما شاء الله اذكر أحمد شوقي أحمد شوقي أمير الشعراء إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب يعني تبرير مباشر للأهمية الاجتماعية للأخلاق وإذا أسيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا هل تدري من قائل هذا الكلام؟ هو أمير الشعراء أحمد شوقي أيضا إذن وإذا أسيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا فعلا الأخلاق ضرورة اجتماعية مطلقة علم الاجتماع الحديث نجد خاصة يهتم جدا بموضوع الأخلاق من زاوية سوسيولوجية من زاوية اجتماعية إيميل دوركايم عالم الاجتماع الفرنسي المعروف إيميل دوركايم في حديثي عن الأخلاق يرى أن الأخلاق هي شيء صنعه المجتمع من أجل تحقيق هوية 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 يعني هوية اجتماعية خاصة بذلك المجتمع ولذلك اليوم نتحدث عن اختلافات نقول لكل مجتمع أخلاق لماذا لكل مجتمع أخلاق؟ لأن المجتمع يعرف بأخلاقه أو نسقي الأخلاق الذي يتفق بخصوصه